اشتركوا في القناة ومطالب المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها وحول السودان اتفق السيسي وتبون على ضرورة دعم استقرار الأوضاع في السودان واحترام سيادته ووحدة أراضيه كما توافق على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة أدان رئيس العراقي برهم صالح الهجوم الصاروخي الذي طال مقر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين ووصف صالح الحدث بأنه عمل إرهابي مستنكر وتوقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية داعيا إلى رص الصف الوطني وتكاتف لحماية السلم الأهلي استنكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ينامي الهجوم الصاروخي قرب مقر إقامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الأنبار وقالت البعثة في تغريدة لها عبر صفحتها في تويتر قالت إن هذه محاولة جبنة لخلق الفوضى داعي السلطات إلى تكثيف القهود لمنع مثل هذه الأفعال والقبض على الجنان أعلنت القوات العراقية عن إحباط محاولة تسلل لداعش جنوب قضاء سنجار كما تمكنت القوات من التصدي للعناصر الإرهابية التي كانت تحاول التسلل للقضاء ما أكبرها على الفرار أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أنه لتوجد دانية لنشي قوات أمريكية أو تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا وذلك بعد وقت قصير من وضع الولايات المتحدة 8500 جندي في حالة تأهب لتعزيز الحلف العسكري الغربية كما أكد بايدن مجددا أن روسيا ستعرض نفسها لعقوبات اقتصادية كبيرة في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا وأن العقوبات يمكن أن تصل إلى حد فرض إجراءات يمكن أن تستهدف شخصيا الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1809 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة وأشرت الوزارة في بيانها اليوم إلى خروج 1783 متعفيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية لازمة وتمام شفائهم لإرتفع إجمال المتعفين من الفيروس إلى أكثر من 347 ألف حالة رياضيا يواجه المتخب الوطني في السادسة مساء اليوم ومنتخب كوتيفار ضمن منافسات دورة 16 من بطولة الأمم الأفريقية كان المنتخب الوطني اختتم تدريباته استعدادا للقاء حيث شارك في ألميران جميع اللاعبين فيما واصل اللاعب محمود الوينش تدريباته التأهيلية تشهد محافظات الجمهورية موجة من التقص السيء والسقيع مع انخفاض شديد في درجات الحرارة كما شهدت القاهرة وعدد من المحافظات تسقط أمطار غزيرة خاصة محافظات السواحل الشمالية من الأسكندرية إلى مطروح وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة كور عدية أحيانا وقد يصحبها حبات برد على محافظات السواحل الشمالية لمزيدنا من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كات تويتر إنستجرام ويوتيوب شكرا لطيب المتابعة فاصل قصير ثم نعود لاستكمال فقرة هذا الصباح